أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من صوت لبنان أشرص المعارك تدور في غزة بحسب قادة الجيش الإسرائيلي الذي أعلن رئيس أركانه السيطرة على الكثير من المواقع الفلسطينية شمال القطاع وأنه انتقل إلى المرحلة الثالثة من الحرب في جنوب غزة وأنه يخوض المعارك الضارية في قلب منطقة خان يونس وفي الوقت الذي يتصاعد فيه الحديث عن إقامة مناطق آمنة أو عازلة تعزل غزة عن محيطها أو تبعد المقاتلين عن الحدود اللبنانية تبقى غزة بلا أمان ويبقى الجنوب اللبناني بلا أمن واليوم دفع الجيش اللبناني ثمنا من دمي جنوده عندما قصف الإسرائيليون موقعا له على تلة العويضة في العديسة فاستشهد الجندي عبد الكريم المأداد وجرح آخرون الأوضاع في الجنوب تهدد بحرب مخيفة ليس فقط جنوب اللي طانبا أيضا على الأراضي اللبنانية كفة فنشاط المنظمات الفلسطينية على الحدود مع ما يمثله من تهديد للأمن القومي يعيد إلى الواجهة موضوع سيادة الدولة المنتهكة منذ اتفاق القاهرة وبداية الحرب اللبنانية الفلسطينية التي دفع ثمنها اللبنانيون من دمهم ورزقهم ومستقبلهم هذا الموضوع تناولته اليوم الزميلة مجدلين عيد في هذا التقرير ترجمة نانسي قنقر